مرحب بظيفي في الستوديو السيد ناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرصد شهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية سي ناصر مرحب بيك وشكرا لك على قول الدعوة شكرا على الدعوة ومرحبا بيك ومرحبا بالسيدة المستمعين شكرا لك مرصد شهد كان نظم ندوة لتقديم نتائج المشروع اللي يعمل عليه بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية وكان موضوع الندوة هذية القانون الانتخابي بين الموجود والمنشود واليوم ربما محتاجين أكثر الحديث في هذه النقطة خاصة بعد صدور الأمر الترتيبي اللي من خلاله يدعو رئيس الجمهورية الناخبين للانتخابات الرئاسية وهم 6 أكتوبر المقبل سنة 2024 هوني نتسائلوا كنا قبيلة نتحثوا مع سيد محمد تليلي النصري ما عناش نحن في نهاية الأمر قانون انتخابي من روح دستور متاع 2022 وعلى ما يبدو كأنه ماشين أكثر اللي تنقيح القانون والقرار الترتيبي لسنة 2014 صادر على الهيئة شكرا هذا هو الحقيقة مرصد شاهد بالنظر وأنه تابع جميع الاستحقاقات الانتخابية منذ 2011 ويعرف بالضبط القانون الانتخابي شن هي الهينات وشن هي الإشكاليات التطبيقية وخاصة يعرف أنه زاد القانون الانتخابي شهد عديد التعديلات والتنقيحات منذ 2017 بالنسبة للانتخابات البلدية منذ 2019 وقت وفاة رئيس الجمهورية بالنسبة للإستفتاء تبقى المرسوم 34 الانتخابات التشريعية الأخيرة تبقى المرسوم 55 والمرسوم 8 متاع البلديات والمرسوم 10 متاع الانتخابات المحلية متاع 8 مارس 2023 والحقيقة نعرف أنه القانون الانتخابي يصدر في 2014 في ميه 2014 تحت عدد قانون انتخابي عدد سطل سنة 2014 تبقى الدستور 2014 ولكن بعد دستور 2022 تم تنقيح القانون الانتخابي حسب المحطات الانتخابية يعني نحن حاجتنا باستفتاء نصدروا معناها المرسوم حاجتنا بانتخابات التشريعية ولكن بقى الإشكال أنه في شروط تترشح الانتخابات الرئاسية مواكب هيش القانون الانتخابي بقى تحسب شروط الدستور 2014 وذلك عليش نحن الآن نتحدث على أنه الفصل 89 من دستور 2022 اللي هي ما هيش مواكبها القانون الانتخابي وذلك عليش زاد الشروط اللي تم ضبطها هي صحيح ما هي الشروط الجديدة رأوا شرط السن موجودة قبل 35 ولكن الآن أصبح 40 بالنسبة للقانون الانتخابي الآن يتحث على 35 ولكن حسب دستور 2022 في الفصل 89 يتحث على شرط معناها الشرط السن 40 سنة كذلك بالنسبة للجنسية قبل معناها كنا نشهدوا أنك تنجم أن تكون حامل جنسية ثانية ولكن وقت الإعلان على نتيجة الرئاسية وأنك تفوز في رئاسة تتخلى معناها حينا على الجنسية ثانية الآن أصبح ممنوع أصلا أنك تحمل للجنسية ثانية حين الترشح وكذلك الحقوق المدنية والسياسية ويجب أن تكون تونسيا من الأب والأم والجدود بدون انقطاع بدون انقطاع هي كانت حتى في دستور 50 قبل كانت بدون انقطاع ولكن الآن زاد أنه تم منع للجنسية ثانية هذا كعليش نحن مشروعنا اللي اشتغلنا عليه على أساس وأنه روى القانون الانتخابي هذا صحيح أدرجت عليها عديدة تنقاحات وبالتالي تقريب نفقد للروح متاعه اللي هي مستمدها من دستور 2014 الآن عادنا دستور جديد إذن أنه نفكر بعد الانتخابات الرئاسية نحن يعني استهداف القانون الانتخابي هذا في وضع قانون الانتخابي جديد منسجم على الأقل في التركيبة حسب أنواع الانتخابات لأنه حتى نظام الاقتراعي نجم يكون يتماشى مع الانتخابات التشعيل نظام الاقتراع للأفراد كما نجم يتماشى مع الانتخابات البلدية أو المحلية وخاصة من خلال التجارب اللي شهدناها بعد 2022 هذاك عليش مرصد شيء تفكره أنه بعض الانتخابات الرئاسية لأنه الحقيقة الآن معلش عادنا وقت باش ننقع القانون الانتخابي أو وضع قانون جديد انتخابي جديد هذاك عليش أنه بعض الانتخابات يلزم نشتغلوا عليه كمعناها كمجتمع مدني مجتمع سياسي مؤسسات الدولة خبراء مختصين من أجل أنه نوصل ونتوصل فعليا اليوم لك فينا الوقت باش نقحوا القانون الانتخابي متاع 2014 لك فينا الوقت باش نصدروا قانون جديد للانتخابات القادمة في 6 أكتوبر الانتخابات الرئاسية خاصة نحن على مشارف عطلة برلمانية أيضا فبالتالي الحل الوحيد تراو هو تنقيح القرار الترتيبي للهيئة العلية المستقلة لسنة 2014 كافي يفي بالغرض ولا يلزم يكون فما قانون الانتخابي هو الحقيقة رو القرار الترتيبي الصادر وأنا اسمعت سي الأستاذ ليلي منصري يحكي الآن على أنه في إطار الولاية العامة وفي إطار أنه في مجال اختصاص هات نجم تنقعك القرار الترتيبي هذاك هو صيح رو تم زد تنقيحه بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2019 تم زد تنقيحه القرار الترتيبي عدد 18 سنة 2014 وفي كل محطة انتخابية معناها تنقحه الهيئة على أساس أنه تم شروط جديدة أو تمش معناها من أجل أنه يواكبك الانتخابات هذيك ولكن الآن هو الإشكال المطروح لأنه الشروط الفصل 89 من الدستور يمكن تنزيلها مباشرة في قرار الترتيبي هذه الإشكالية لحقيقة هيئة الانتخابات هي وراي يعني ما صنعتش الإشكال هذك هيئة الانتخابات معناها هي ربما حابة تسهل العمل هذيك ولكن الإشكال هو هذا المطروح الآن والناس كلها تحكي على أساسها لأنه البطاق عدد ثلاثة يعني يفترض فيها تكون موجودة ولا وخاصة القانون الانتخابي اللي هي تلجأ للهيئة أنه ما هي موجودة للبطاق عدد ثلاثة هذه الإشكاليات هي الآن مشتاخذة على عتقها أنه تضبط الشروط الفصل 89 باش نزلها في القرار الترتيبي سهل عمل الهيئة في إطار تنزيل الشروط الموجودة للفصل 89 تنزيلها في القانون الانتخابي لأنه القرار الترتيبي متاع هيئة الانتخابي يستمد شرعيته القانونية من القانون الانتخابي وليس من الدستور الدستور يعني أحكام الدستور تنزلوا في شكل قوانين الناس كلها ناخذ عولها ونطبقوها الأحكام ربما هذه اللي هو ما هبطش معناها ما تمش تنزيل للفصل 89 اللي هي الآن هيئة الانتخابي بيش تصدر قرارها معناها قريبا جدا ولي هو بيش يضبط تلك الشروط صحيح محكمة المحكمة الإدارية تحدثت قبل وعطات رأيها على أساسا أن البطاقة عدى ثلاثة غير ملزمة وأنه على الهيئة أن هي تسعى إلى توفير البطاقة عدى ثلاثة من خلال جميع المترشحين تتثبت نحن نعرف وقبل في الانتخابي 2019 على الأقل ترشحوا سبعة وتسعين مترشح ثم هيئة الانتخابات قبلة الستة وعشرين وهذا من حقها أنه إذا كان الشروط غير متوفرة أنه فكل فترة هذه متاع الاستكمال الوثائق ومتوفرة تشتك الشروط أنه ترفض ترشح الأشخاص هذه بطبق الشروط اللي هي يجبها تكون معلومة سلفا وهذا نعتقد وأنه هيئة الانتخابات اللي هي تخدم عليه بيش يهب القرار تعتيبي بيش أي شخص يعرف بالضبط عليش قادم يعني الشروط هل أنه هي متوفرة فيه ولا ما هيش متوفرة فيه يعني في نهاية الأمر الهيئة ستقوم بتنقيح القرار الترتيبي الذي كانت عملت به وأصدرته سنة 2014 عدد 18 القرار هذي وبش نزل فيه رأسا النقاط التي وردت في دستور 2020 لأنه هناك عدم تلائم كبير بين القانون الانتخابي لسنة 2014 والانتخابات وإلى روح دستور 2022 فاليوم الهيئة بش تعمل بصفة مباشرة بروح الدستور اللي استر في 2022 لتنظيم الانتخابات القادمة نعم هو سمعت الآن سيدنا تقرسم وعلى أساس أنه هي الهيئة الانتخابات بإمكانها أنها تقوم بالتشريع في مجال اختصاصها هو ما هوش بالمفهوم التشريع متاع التشريع متاع البرلمان هي هي هيئة الانتخابات تقوم بتنظيم الشروط هذه في إطار قرارها ولكن هذا ما يعنيش وأنه الهيئة معناها تنزل تلك الشروط في إطار مباشرة من الدستور إلى القانون يلزم ثمح حلقة الواسيطة اللي هو القانون الانتخابي واللي هي تلتج وخاصة أنه الفاصل 89 في آخر الفقرة متاعه يتحدث أنه الشروط هذه تنزلوا في شكل معناها في القانون الانتخابي معناها في إطار قانون أساسي قانون الانتخابي تخالف القانون الهيئة بهذه الطريقة أو هناك حلقة مفقودة في الرزنيمل أو الإطار التشريعي للانتخابات القادمة لا هي الهيئة لماذا تخالف القانون لأنه وقت تخالف القانون أن تكون ثم شروط مضبوطة في القانون الانتخابي وهي خالفتها تزيدت ولكن الشروط هذه مش موجودة يعني تم على نقل هي نفس الشروط ولكن تم ربما تشديد فيها في إطار السن ولا في إطار تقيح القانون أو القرار الترتيبي متاعها متاع 2014 هذا عمل عادي الإشكال الوحيدة تقول أنت اللي هي عندها لحق بش تنقح قرارها الترتيبي بما هو موجود في القانون ليس بما هو موجود في الدستور هذا هو هذا هو الإشكال الحقيقة وهي كما ذكرت أنه ما خلقته ش الهيئة خلقه الوضع القائم والساعد أنه البرلمان على الأقل عنده عام وثلاثة شهور أنه ما تفطنش إلى مثل هذا التنقيح أو ما تمش مبادرة تشريعية من أجل التنقيح لشروط الترشح لتواكب الفصل 89 من الدستور الجديد ووضعت معناها وضعت الهيئة في الموضع هذا وبالتالي أنه الهيئة ما عندهش خيار غير أنها تنزل تلك الشروط اللي هي جابها الدستور ونعرف أنه نحن الدستور هو أعلى مرتبة من القوانين الأساسية ومن القرارات ومن غيرها ومن القوانين العادية وبالتالي أنه مش تنزل لك شروط هذه وبعد نشوف وشنوء باش نشوف وشنوء بشيق عليك نحن بش نعمل بوست نعود نرجع نزيد ونتحث على الشروط ومبينها أيضا التسكيات نتحث وزادها على تمويل الحمالات الانتخابية يوم 6 أكتوبر 2024 بعد صدور أمر دعوة النخبين عن رئيس الجمهورية بحثها في السيديو سيد ناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرسد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية نتحدث على تنظيم الانتخابات الرئاسية وتحديدا على التسكيات الآن خلنا نتحدث واللي تم توضيحها تقريبا في الدستور أيضا أنه المترشح يجبو أنه يقدم تسكيات من 10 لاف ناخب مسجلين أو من 10 نواب شعب أو من أعضاء مجلس أقاليم وجهات مجلس الأقاليم والجهات نعم هو لحقيقة ديما توثار مسألة التسكيات ونحن شهدناها قبل منذ 2014 ومنذ 2019 في مسألة جمعة التسكيات وفي مسألة أهل أنه التسكيات هذهك بالآلية هذهك تحقق يعني الغاية متاع المشارع ومتاع القانون في أنه على الأقل يحظى بقبوله لمقبولية قبل ما يقدم كل شروط ترشح ذاك أنه تكون على الأقل الشروط أنه الترشح معناها كان جدي من خلال 10 ألف تسكيات ولكن الحقيقة تبقى قديمة مشكلة التسكيات هذه نحن شفناها حتى في الانتخابات الأخيرة وفي مسألة جمع التسكيات أنه هيئة الانتخابات هي كانت معناها زادة دخلاف البلديات اللي هي معناها تعرب بالأمضى كانت هي عندها زادة دورة ذاك نحن الآن ما نعرفوش نحن المترشحين هذوما لأنهم عندهم القدرة بيش يجمعوا معناها التسكيات هذه من خلال 10 نواب أو من خلال 10 من مجلس الجيات والأقليم أو من خلال المجالس المحلية المنتخبة الأخرى لحقيقة التسكيات ديما توثار ولكن هذا القانون يتحط أي هذا قانون اللعبة قانون اللعبة اللي هي معلومة من قبل أنه يزمك تجمع التسكيات كان الأسهل أنه من مجلس النواب أو من مجلس الجيات والأقليم 10 نواب كانوا النجم والآن أصبح تقريبا صعيب شوي على بعض المترشحين على الأقل أنه ربما يحذو بتلك التسكيات هذه من المجالس المنتخبة يمكن يمشو للمواطنين المفيد أنه التسكيات تصير في إطار الشفافية وفي إطار أنه أي شخص معناها الزكة أنه يكون عنده معناها البطاقة وأنه يكون معناها يمضي وأنه ما تصير شكل إشكاليات التي تحدثنا عليها في الانتخابات قبل لك لنحكو على تدليس التسكيات وغيرها واللي الحقيقة للآن عندها تبعات إلى حد اليوم في الإشكاليات هذه بالنسبة لأن نحن حتى في المقترح متاعنا في وضع قانون انتخابي جديد قلنا رأوا مسألة التسكيات هذه زادا نشوفوها نحن شفنا حتى في الانتخابات التشريعية وإلى حد اليوم مع دنيش سبعة نواب معناه مثلوا تونسيين بالخارج اللي هم يدخلون في العملة الصعبة اللي هم توانسة في آخر الأمر مع دنيش شكون يمثلهم في كذلك في نظام الاقتراع نظام الاقتراع للأفراد رأوا نحن في تونس لحقيقة حكينا عليه نظام الاقتراع قبل حتى 2022 حكينا على نظام الاقتراع للأفراد وقلنا رأوا نجم كل نظام الاقتراع في العالم وهم ثم أربع أنظمة تقريبا اللي معمول بها في العالم ورأوا نظام الاقتراع للقائمات اللي كاننا كنا نمشوا به رأوا عنده إيجابيات وسلبيات وكذلك نظام الاقتراع للأفراد عنده إيجابيات وسلبيات وذلك عليه زادا نحن حتى في خلال لقاءنا الأخير ونرأوا القانون الانتخابي الجاي أنه ضرورة يراعي كل محطة انتخابية وكل نوع من الانتخابات باش نشوفها لأنه يتمشى معاه نظام الاقتراع للقائمات أو على الأفراد يعني ما نجموش نحن نظام الاقتراع للأفراد يسري على جميع أنواع الانتخابات المحلية والتشريعية لأنه شفنا ما ثمش تعب في الشارع وشفنا أنه ترشح الناس معناها فرادة في الانتخابات التشريعية والمحلية ما كانتش معناها نسبة الاقبال ما كانت ضعيفة وهذاك عليها زاد النظام الاقتراع والنجم يتمشى مع الانتخابات التشريعية وما يتمشيش مع الانتخابات المحلية كذلك في مسألة التمويل العموم للحملات الانتخابية سدى ثم مشكالية لأنه تم منعه صحيح نحن نسكول حريصين وأنه المال العام معناها ما يتصير تبديد وأنه يبقى للدولة ولكن زاد الدولة رو محمول عليها بناء ديمقراطيتها وما دولة محمول عليها أنا الضحي زادها في المسألة هذيك ولكن بخلق آليات رقابة جديدة أنها من شأنها بيش تحافظ عليك المال العام إذا كان الشخص يجيب معناها نسبة معي لا يسترجع لكن تجربة بيينت أنه فمش استرجاع للمال العام بعد الانتخابات هذية الناس اللي يستنفعوا بالمال العام للقيام بحملاتهم الانتخابية ومن بعد ما يترشحوش ولا ما يصلوش ولوحنا في السباق الانتخابي ما يرشعوش للدولة فلوسها وهذه المشكلة ونحن تحكمنا مبدأ المساوية ومبدأ التكافى الفرص في الحمالات الانتخابية ونحن شفناها حتى في المجالس المحلية ثم طلبة معناها ترشح وما عندهمش الإمكانيات اللازمة من أجل خوض غمارك الحملة الانتخابية واللي هو من حق أي تونسي معناها تتوفر فيه الشروط الدنيا أنه يترشح لأي نوع من الانتخابات عليش الدولة ما توضعش معناها شروط واضحة وخاصة لية رقابة ناجعة من أجل استرجاع ذلك المال لأنه الحقيقة تنجم تكون معناها تصير حملات انتخابية ثم انتخابات صارت معناها حملات باهتة ثم انتخابات اللي ما تمش احترام فيها شرط المساوية المواطنين كما المرأة ما تنجمش ربما في وضعيات معينة ولا شباب ولا أشخاص والإعاقة ذكر عليش نحن حتى في في مقترحنا أنه كل زادة فئة من الفئات الشعب التونسي سواء المرأة والشباب والأشخاص والإعاقة يعني مراعاتهم زادة في مبدأ التناصف نحن كنا في الانتخابات البلدية تقريبا أحسن نموذج كان هو مبدأ التناصف تخوض غمار الانتخابات هذهك بدون أنا ما نعطيها الكوطات ولكن نحن نعتقد أنه في انتقال ديمقراطي ديما أنك تراعي المسائل هذه خاصة أنها كانت معناها مبدأ التناصف والأفق والعمودي كذلك الأشخاص العاق اللي كانوا موجودين في العشرة الأوائل في كل قائمة ولا الشباب اللي كانوا موجود في ثلاثة الأوائل وهذه الحقيقة الآن نحن نتبقى على النظام الاقتراع على الأفراد وهذا كعليش نحن نتبقى المجلس النواب والمجلجيات والأقليم والمجلس المحلية المرأة معناها تتراجع دورها على المجالس المنتخبة ووجودها في المجالس المنتخبة بشكل عام برغم أنه الدستور يقولك تكافأ الفرص بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة يعني عادنا زاد نص دستوري النص وأنه المجلس المنتخبة يجب تراعي هذه الوجود المرأة والرجل في المجلس المنتخبة من أجل تقرير مصير البلاد في الأخر نحن قادمين على انتخابات يوم 6 أكتوبر انتخابات رئاسية ونعرف أنه الانتخابات الرئاسية عندها قيمة عند التوينس ونسبة الإقبال عليها تكون كبيرة ديور في الجولة الأولى في الانتخابات الفارطة كانت نسبة 48.98% وفي الدورة الثانية كانت 55.02% لو كان قارنوها بالموعيد الانتخابية الأخيرة يعني من صدور دستور 2022 والاستفتاء إلى الانتخابات التشريعية إلى أيضا الانتخابات مجلس الأقالي مولجهات ونسبة الإقبال الضعيفة مقارنة بنسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية الفارطة لسنة 2019 كيف تقرأوا المشهد السياسي وما دي إقبال الانتخابات الرئاسية بشيقعد نفس الإقبال هذي ولا تعتبر أنه ينجم يتراجع وشنو تعمل الهيئة أو رئيس الجمهورية أو الوضع السياسي ككل والمشهد السياسي ككل حتى نحافظ على إقبال التوينس على الانتخابات الرئاسية هو الحقيقة نحن شفنا قبل حتى إلى حدود 2019 شفنا النسب القبيل كانت تقريبا عالية ولكن بعد 2022 شفنا النسب تقريبا متدنية وهذا ربما مفهوم لأنه نعرف نحن الوضع العام ثم اختلاف على الأقل والقراءة للوضع السياسي في البلاد ولكن الانتخابات الرئاسية تقريبا نعتقد أنها دورية وهي منذ 2019 معناها موجودة وبالتالي فإنه استحقاق الانتخاب هذا ما جيش به دستور 2022 وبالتالي أنا نعتقد أنه التونسي عنده معناها مهتم أكثر بالانتخابات الرئاسية على خلاف الاستحقاقات لسبقتها وبالتالي فإنه نسبة القبيل بالطبيعة ليست أعلى أولا بالنظر للمعطى ثم المعطى الثاني وأنه الانتخابات الرئاسية دائما معناها التونسي تقريبا هذه التقاليد التونسية أنه يهتم بالانتخابات الرئاسية حتى وأن المناخ مختلف والسياقات مختلفة نعم أنا نعتقد لأن دورية الانتخابات الرئاسية تستمد شرعيتها منذ 2019 يعني معناها مقررة سلفا وأنه كل خمس سنوات توجرى انتخابات رئاسية نعتقد وأنه النسبة تكون أعلى من اللي حضروا في الاستفداء أو على الأقل أعلى من النسبة اللي كانت في التشريعية أو المحلية لأن خاصة المحلية من نجموش نقصوا عليه لأنها هي محلية في آخر الأمر انتخابات محلية معناها في دوائر ضيقة بينما الرئاسية معناها عندها أهمية كبيرة في البلاد على اعتبار أهمية هذه الانتخابات وانت تقول من خبرتك في متابعة الشأن الانتخابي مش تكون النسبة منخفضة بتاع الأقبال على الانتخابات الرئاسية المناخ بصفة عامة وخاصة في علاقة بالأشخاص اللي في السجن اليوم ويخموا بشي ترشحوا أو اللي خارج حدود الوطن ويخموا بشي ترشحوا حسب رأيك كيفش بشي يكون الوضع أو كيفش اتراء المنشود إنه يكون الوضع هو أشوف لحقيقة نحن في العالم الآن تقريبا في خريفة 2024 ثم سبعين دولة في العالم بشي تجري انتخابات يعني هو الهدف ما هوش إجراء انتخابات هو الهدف أنه تهيئة الظروف وتهيئة السياقات والمناخات من أجل أن تجرى تلك الانتخابات في مناخ سليم من شأنه أنه معناه يحترم المعايير الدولية الممارسات الفضلة في مجال الانتخابات نعرف الناس كله أنه الانتخابات هذه تقريبا معناها مش يترشحوا لها داخل السجن وراء اللي موقوف معناها معني بالانتخابات الرئاسية لأنه حتى البطاقة عدد الثلاثة مش تضمن الأحكام التي معناها الأحكام النهائية والبيت بينما جميع الآن اللي موجودين تقريبا اللي هما معناها في محل تتبع ومزالوا موقوفين على ذمة القضاء وقبل ما يفصل فيهم القضاء حتى ابتدائيين هما معنيين بالرئاسية وينجموا سواء كان البرة ولا كان الداخل ينجم ينجم معناه يقدم التراشح وإذا كان معناه ما عندهش سوابق في البطاقة عدد ثلاثة قبل أنه كان محكوم قبل وعنده أحكام نهائية وبالتالي أنه ينجم يقدم إذا كان معناه استوفى بقية الشروف الشروط خاصة أنه السن يكون عنده سن 40 نسنا وبقية الشروط اللي هي مضبوطة هل هناك شيء محمول يعني معنويا على رئيس الجمهورية أو على الهيئة حتى تكون معناها المناخ سليم بتاع الانتخابات يعني تصريح من رئيس الجمهورية دعوة للناس بشي قدموا ترشحهم أو أنه هيئة الانتخابات زادة غدوة في ندوتها الصحفية تعلن أنه الناس كلها الحق في الترشح كيفش ترى أنت قد ينقى هذا الموعد الانتخابي هو أنا نعتقده أنه هيئة الانتخابات غدوة بشي تقدم معناها رسائل طمأنه يعني هو شنو الفيسل بين هيئة الانتخابات وترشح هو القانون القانون اللي نعرفه نس كله بشي يكون مضبوط ونس كله تولان نعرف رواحنا شكون ينجم يترشح وشكون ما عداء إلا عنده وشكون عنده وسواب أقولوا ما عندوش هذيك ربما الهيئة هي اللي مش تعلن عليها رسائل طمأنه هذه أنه ضرورة أن تجر الانتخابات في مناخات سليمة وأنه رأي الانتخابات هذه شأن وطني ورأي تمول الانتخابات من المال العام مال الشعب ورأي ينتظرها المواطن التونسي مدة خمسة سنوات من أجل تجر وخاصة شرط الترشح رأي شرط الترشح شرط حق معناها هذي حق ورأي حق هذي من حقوق الإنسان شرط الترشح شرط اكتساب صفة الناخب وهذه كلها من حقوق الإنسان وأنه وهذه الناس يقولنا نحن كمجتمع مدني ندفعوا على أنه تكون انتخابات مفتوحة تجرى في مناخات سليمة وهذه إن شاء الله نتمنوه للبلاد شكرا لك شكرا لك سيا ناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرسد شاهد لمرقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية